سهلا بكم في فيديو جديد الفيديو ده النهاردة حكشف لكم فيه سر قوة التحمل لنباتات قوة مقاومتها الامراض وصولها للأحجام الكبيرة والصمارة الممتازة في الأحجام البسطة دية وتعالوا معي النهاردة حكشف لكم السر وبقول له كل المزارعين ومحب الأراضي الزراعية واللي بيملكوا الأراضي الزراعية واللي بيزرعوا في البلكون وبزرعوا الصد تابعوا الفيديو ده النهاية الفيديو ده هم جدا حيوفر لك فلوس كتير حيديك نباتات صحية حيديك محصول وفية ونبدأ الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأشهر في الخلق أجمعين في الحقيقة أني من خلال خبرتي في زراعة الأسطح والبلكونة وقيامي بتسميد النباتات بأنواع مختلفة من الأسمدة بداية من الأسمدة العضوية العادية زي منقوع زبل الحمام أو استخدام الكمبوست المتحلل تحلل كامل وكمان في اليام الأخيرة استخدمت الفيرمي كومبوست واستخدمت شاي الفيرمي كومبوست في التسميد وأنا لمست نتيجة ممتازة جدا بعد استخدام شاي الفيرمي كومبوست على وجه الخصوص في تسميد المزرعات الموجودة على السطح لقيت قوة في الإنبات أحجام السمار أكبر طعم السمار ألز النباتات أصبحت مقاومة الأمراض بصورة طبيعية وبالنسبة لمقاومة الأمراض ده كان نتيجة طبيعية لأن النباتات أصبحت قوية جدا قادرة على التحمل وعن تجربة شخصية فأنا بنصح كل محبي زراعة الأسطح والبلكونة بالبدء فورا في تربية ديدان الأرض وبنصح كمان أصحاب الحقول المفتوحة والمزارع لتجهيز أماكن خاصة وإقامة مزارع خاصة لتربية ديدان الريد ويجلر والطيج الورم في الحقيقة أن انتوا هتفاجئون أن هذه الديدان بتنتج سماد عالي القيمة مغز جدا لنباتات حيوفر لك كتير جدا من الأسمدة الكيميائية ومن أسعارها المرتفعة كمان حيحسن خواص الطربة بصورة طبيعية وبدون استخدام أي مواد أخرى وقد أثبتت جميع الأبحاث العلمية التي أجريت على الأراضي الزراعية المفتوحة أن استخدام سماد الفرمي كومبوست في الأراضي الزراعية يعيد الخصوبة إلى الطربة بنسبة 100% ولكن المشكلة التي تواجه أصحاب الأراضي المفتوحة والمزارع هي ارتفاع أسعار هذا السماد بصورة كبيرة جدا كما أن المشكلة الأخرى التي تواجه السادة المزارعين هي غش هذا النوع من السماد فيتم خلط سماد الفرمي كومبوست بالكومبوست المتحلل تحلل كامل مما يصعب على المزارع التفريق بينه وبين سماد الفرمي كومبوست النقل لذلك أقترح على جميع السادة محبة الزراعة وأصحاب المزارع تجهيز أماكن خاصة بهم لتربية هذا النوع من الديدان وإنتاج هذا السماد بنفسه ولما كان أصحاب المزارع ينتجون كميات كبيرة جدا من القش ومن المخلفات الزراعية فيمكن استخدام هذه المخلفات بصورة طبيعية لتغذية هذه الديدان وإنتاج الكميات التي يحتاجونها من هذا السماد بدون أي تكلفة إضافية ومن أكبر المشاكل التي تواجه محبي تربية هذا النوع من الديدان هو غش هذا النوع من الديدان فيتم خلط هذه الديدان بديدان الأرض الشبيهة له ولما كان الديدان الأرض أكثر من 300 نوع فهناك نوع من ديدان الأرض البلدية يشبه تماماً ديدان الريدويجلر والطيجر وورم وبعد أن يقوم المزارع بتجهيز مزرعة الديدان ووضع الديدان فيها يفاجأ بالفشل ولا يعرف السبب والسبب هنا هو الغش غش ديدان الأرض وخلطها بديدان أرض بلدية رخيصة السعر فعند الرغبة في إنتاج سماد الفيرمي كومبوست وشراء الديدان يجب شراءه من مصدر ثقة أو من المراكز البحثية لايكم بعض المعلومات البسيطة جداً للتفريق بين ديدان الأرض البلدية وديدان الطيجر وورم والريدويجلر في البداية ديدان الطيجر وورم والريدويجلر لا تنمو بأحجام كبيرة عكس ديدان الأرض البلدية كما أن السيرجي والمنطقة الخاصة بالتكاصر موجود بالنسبة لديدان الريدويجلر والتيجر وورم في منطقة أمامية متقدمة أما بالنسبة لديدان الأرض البلدية فيوجد في منتصف دودة الأرض كما أن ديدان الأرض البلدية البالغة لونها أغمق أما بالنسبة لصغار ديدان الأرض البلدية فتقترب من الشبه من ديدان الريدويجلر والتيجر وورم ولكن يلاحظ وجود ألوان تشبه قوس القزح على جسم ديدان الأرض الخاصة بإنتاج الفيرمي كومبوست وليست موجودة في ديدان الأرض البلدية كما أن أجسام ديدان الريدوجلر مبططة قليلا عكس ديدان الأرض البلدية أو ديدان الأرض العادية فهي أسطوانية الشكل وديدان التايجر وورم وريدوجلر ديدان قوية التحمل شديدة التحمل وقد استنبطت مراكز البحوث في مصر أنواع تتحمد ظروف البيئة المصرية ممتازة جدا ومتوفرة في المراكز البحسية وقد زاد من أهمية استخدام سماد الفيرمي كومبوست قدرته الفائقة على استنبات أصعب أنواع البزور الخاصة بنباتات الزينة وخاصة أنواع النخيل المختلفة ومع كل المعلومات السابقة تتضح أهمية تربية هذا النوع من الديدان لكل المزارعين فخلطة التربة بسماد الفيرمي كومبوست يوفر 60% من استهلاك المياه المياه التي نعاني من نقصها في هذه الأيام كما أن النباتات التي تعامل بسماد الفيرمي كومبوست تظهر مقاومة شديدة جدا لكافة أنواع الأمراض مما يقلل من استخدام المبيدات الحشرية كل ما سبق تتضح أهمية تربية هذا النوع من الديدان أما بالنسبة للتربية فهذه الديدان سهلت التربية جدا فيتربى في أحواض أو في بانيو أو في صندوق خشبية أو على الأرض مباشرة بعد تجهيزها بتبلطها أو بتمحرها بتبقى بسيطة من الأسمنت وهذا النوع من الديدان يعيش على سطح التربة ولاجب أن لا تزيد نسبة المواد المضافة للدود حتى تتغزى عليه عن 10% من إجمال مساحة المزرعة حتى لو تصاب المزرعة بالتعفن أو يحدث تحلل حراري قد يؤدي إلى موت تلك الديدان ما أنني أفضل تربية دودة الريد ويجلر والتايجر وورم عن ديدان الزحف الإفريقي لأن ديدان الزحف الإفريقي تتأثر بصورة كبيرة جدا في أي تغير في مستوى الحموضة في التربة فتهرب من تلك المزارع وهي ديدان مشهورة بصرعة الهرب من المزارع وكذلك من أصعب الأشياء التي تقابل محبة تربية ذلك النوع من الديدان هي المفترسات الطبيعية ومن أشرف تلك المفترسات البق البني ويختلف تماما على البق الأحمر فالبق البني قد يفترس تلك الديدان ويفترس أيضا بيوضها وعند مشاهدته في المزرعة يجب التخلص منه فورا واسهل طريقة للتخلص منه بوضع قطع من الفاكهة أو قشرة بطيخ في المزرعة فيتجمع عليه ذلك البق ثم نقوم بالتخلص منه فورا وبالإضافة لحشرة البق البني توجد حشرة أبو مقص وهي حشرة ليلية النشاط قد تقوم بافتراس الديدان في حالة قلة الغزاء لذلك يجب على كل مربي تلك الديدان الحرص على أن تكون المزارع بعيدة عن جميع أنواع المفترسات أما بالنسبة للديدان الأرض البلدية فهي هامة جدا للأراضي الزراعية وتسمى محراس الأرض فهي تخصب الطربة وتحسن الصرف كما أنها تقوم بتقليب الطربة وهي ديدان هامة جدا لصيد السمك وقد قمت بتربية تلك الأنواع من الديدان إلا أنها لا تنتج أي نوع من أسمدة الفيرمي كومبوست نهائيا فهي لا تصلح لذلك لأنها تعيش على أعماق كبيرة جدا من سطح الطربة ومخرجاتها عبارة عن طمي ناعم وفي النهاية أدعو كل الحرصين على البيئة ومحبي تربية النباتات وأدعو كل المزارعين إلى البدء فورا في تجهيز مزارع ديدان الريدوجلاد والطيجرور لما لتلك الديدان من أهمية قصوى في الحفاظ على البيئة وإنتاج نوع عالي جدا وغالي من السماد الذي يحس من خواص الطربة وفي النهاية أدعو جميع السادة المشاهدين إلى إلقاء نظرة على قناتنا ووفر في بيتك منوعات ثلاثة الخاصة بالفيديوهات القصيرة وكذلك كواليس الفيديوهات وأدعو جميع السادة متابعي القناة والسادة المشاهدين الذين يشاهدوننا لأول مرة للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك وفي النهاية أدعو لكم بكل خير وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينتشر الخير ويعم في بلادنا وبلاد المسلمين وفي العالم كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته